شكلت سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية والسهداف السكان محور المباحثات التي أجراها بالرباط المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي العالمي مع وفد طوغولي يقوم حالياً بزيارة للمملكة وبهذه المناسبة صلت السيد الحليمي ووزير الوظيفة العمومية والشغل والحوار الاجتماعي في الطوغو السيد جيلبيرت باوارا صلت الضوء على التطابق القائم بين التوجهات والمبادرات التي اعتمدها المغرب والطوغو في مصار تعزيز الإدماج والحماية الاجتماعية وهو ما يشكل قاعدة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال إنها مناسبة للتذكير بسياق تسريع تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة السكان والمندوبية السامية للتخطيط تبذل جهوداً في إطار مساهمتها في إنجاح هذا المشروع الملكي من أجل تنمية أكثر شمولية إنني أنوه بعلاقات التعاون المتينة بين البلدين ولدينا رغبة في الاستفادة من إنجازات المغرب في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والخطوات العملية للمملكة ولدينا رغبة في تعمق التبادل في عدد من جوانب الحماية الاجتماعية التي تطرح تحديات عديدة لا سيما فيما يتعلق باستهداف السكان ونجاعة مختلف برامج الدعم للفئات الهشة الوفد استعرض خلال هذا اللقاء تجربة الطوغو ومقارباتها فيما يتعلق باحتواء الفقر بالإضافة إلى الحلول المختلفة لإدماج الفئات الهشة من السكان عبر مواكبة الشباب والنساء اشتركوا في القناة